مرحبا الوحدة السابعة عشر اللغة العربية العناية بالأسنان أهلا وسهلا فيكم طلاب الصف الخامس نبدأ الآن في نص الاستماع الذي هو بعنوان صحة الأسنان ومن ثم نأتي ونعيد ونجيب عن هذه الأسئلة ونص الاستماع هو التالي الأسنان نعمة من نعم الله عز وجل ولها أهمية كبيرة في تقطيع الطعام ومضغه ليسهل ابتلاعه وهضمه في المعدة ولكي تبقى أسناننا ناصعة الضياض قوية وسليمة علينا أن ننظفها باستمرار قبل الطعام وبعده وعند النوم أيضا باستعمال الفرشات والماجون بطريقة صحية فأسنان الفك العلوي ننظفها من أعلى إلى أسفل أما أسنان الفك السفلي فمن أسفل إلى أعلى ويجب علينا أيضا الإبتعاد عن تناول الحلوى كثيرا والأطعم الصلبة وشرب السوائل الساخنة أو الباردة جدا ولا ننسى أن نزور طبيب الأسنان زيارات دورية متبعين إرشاداته لنضمن أسنانا سليمة خالية من التساوس الأسنان أهمية كبيرة أذكرها الأسنان أهمية كبيرة في تقطيع الطعام ومضغه ومضغه أكيد معروف أهمية الأسنان في تقطيع الطعام كيف نحافظ على أسناننا ناصعة البياض قوية سليمة علينا أن ننظفها باستمرار قبل الطعام وبعده قبل تناول الطعام وبعده أكيد معروف ثلاث ما الطريقة الصحيحة لتنظف الأسنان أسنان الفك العلوي ننظفه من أعلى إلى الأسفل أما أسنان الفك السفلي فمن أسفل إلى الأعلى ممتاز إذن هذه الطريقة الصحيحة طيب ننتقل إلى السؤال الرابع ما هي الأمور التي إذ فعلناها تؤدي أسناننا تناول حلو كثيرا والأطعمة الصلبة وشرب السوائل الساخنة أو الباردة جدا نعم إذن سوائل الساخنة جدا أو الباردة جدا تؤدي الأسنان وأكيد الحلوى مش كويسة كثير للأسنان رقم خمسة لماذا يجب اتباع إرشادات الطبيب ننظم أسناننا سليمة خالية من التسوس ممتاز طيب أكيد لماذا ننظف أسناننا هنا حتى لا تصاب التسوس شو الأمور التي تؤدي الأسنان الحلويات من ضمن هالحلويات الأطعمة التي تقوي الأسنان هضم حليب برد ولبن نعم وفائدة الأسنان هضم الطعام ومش هضم لازم نحكي نحن تقطيع الطعام تمام نغيرها يا خامس تقطيع الطعام إذن نكتب هنا تقطيع الطعام ممتاز رواء أحد الرحالة على شاطئ مشمش استمقت مساح في استرخاء تام وقد فتح فمه الواسعة فتحة هائلة لم نكن ندري معناها ولا مغزاها وبينما نحن نراقب الأمور بحذر بالغ انطلق من فمه طائرا صغيرا كالسهم يملأ الدنيا صياحا مثيرا وإن دفع التمساح إلى الماء اندفاعا سريعا فلما نعود فلم نعود نرى الطائر ولا التمساح ترى ما العلاقة القائمة بين تمساح مفترس وطائر وديع يسكن داخله فمه المفتوح إذن إن طائرنا هذا هو طبيب الأسنان الطبيعي للتمساح أو إذا لم تعجبك هذه الملاحظة فلتعده فرشات الأسنان التي تزيل ما علق بأسنان التمساح من بقايا الطعام وطبيعي أن الزبون مهما يكون متوحشا فلا يستطيع أن يخون طبيبه الصغير ولا أن يمزح معه مزاحا ثقيلا فيبتلعه بعد انتهاء المهمة أو يخنقه إذا لم يعجبه علاجه فلا شيء من هذا يحدث في عالم التمسيح والعسفير إذن هناك اتفاق مشترك لتبادل المنفعة يستلقي التمساح أضل تنظيف أسنانه ويحصل الطائر على ما علق بها من الطعام وزيادة في رد جميل وحسن الاستقبال فقد أخذ الطائر على نفسه عهدا إن رأى شرا يحيق بالتمساح أنذره بصيحة معروفة بينهما ولقد رآنا الطائر الصغير من داخلي فحسبنا شرا داهما فطار هذا في الهواء وغاص ذاكا في الماء ممتاز إذن هي قصة جميلة جدا تتحدث عن العلاقة اللي موجودة الطبيعية الموجودة ما بين التمساح وما بين الطائر كما نرى هنا خامس في الصورة ما تتشرح إن تتحدث عنها؟ إن شو هي علاقة هي تبادل صح؟ تبادل المصلحة تبادل المنفعة إن الطائر يستفيد من بقايا الطعام بالتغذية والتمساح يستفيد عشان إنه ينظف أسنانه ينظف الأسنان فعشان هيك نحن رمزيا أطلقنا اسم على هذا العصفور بأنه هو طبيب الأسنان لأنه بساعد التمساح على إزارة بقايا الطعام لأنه فعليا بيصيب تسوس للأسنان أو ممكن ضرر للأسنان التمساح منتاز طيب عندنا هون المعجة مدلالة كالعادية خامس من منحفظهم المعاني نطلب من السؤال الثاني أن نستخرج من النص ضد كل كلمة من الكلمات الآتية أليف مفترس أو متعوحش اختلاف تشابه أو اتفاق الوداع واللقاء والاستقبال ممتاز ثلاث سؤال ثلاث فرق في المعنى فيما تحته خط ألف ترى ما العلاقة القائمة بين التمساح مفترس وطائر وديع القائمة واناها الواقعة أعددت قائمة باسماء الكتب التي سأقرأه في العطة الصيفية اسماء الكتب التي ستقرأينها واناها ورقة قائمة يعني يكون ورقة موجودة عليها مجموعة اسماء باب فيبتلعه مثلا بعد انتهاء المهمة المهمة يعني أواجب موكل إليه نعم إذن المهمة هون معناها واجب موكل إلي الشخص أما في معنى آخر لها اللي هي حدد المعلمون نقطة المهمة في الدرس المهمة النقاط المهمة في الدرس يعني رئيسية رئيسية ضرورية نعم طيب نأتي الآن إلى معنى كلمة الجميل معنيين مختلفين ينذر المعرفة المعروف ينذر الطائر ينذر الطائر التمساح زيادة في رد الجميل المعروف لكن لكن هنعت المعلمة هنعت المعلمة الضلابي طالبة سماح على خطها الجميل ماذا يعني جميل؟ معناها الأنيق إذن كلمة الجميل هون معنيين في معنى معروف وفي معنى ثاني اللي هو أنيق جميل رائع نستعمل الكلمات الآتية في جملة مفيدة نشوف شو جملة الأولى اللي استخدمناها اندفعها اندفعها جنود إلى إلى أرض المعركة المعركة طيب الكلمة الثانية بقايا شاهدت بقايا شاهدتوا بقايا جثث الضحايا شاهدتوا بقايا جثث الضحايا ممتاز بصير طيب غاصة غاصة إخي إلى أعماق البحار البحر طيب منتقل إلى أسئلة الفهم والاستيعاب أول سؤال عندنا يا خامس بحكينا ماذا كان يفعل التمساح الذي رعاه الرحالة وعلى الشاطئ شو كان بعمل؟ كان التمساح يستلقي على الشاطئ المشنوس وقد فتح فمه الواسع فتحة هائلة إذن كان التمساح مستلقي على الشاطئ طيب السؤال الثاني يقول لنا بما صور الكاتب وكلا من الطائر والتمساح كيف صورهم؟ شبهه الكتاب الطائر بطبيب الأسناني أو بفرشات أسناني ماذا عن التمساح؟ شبهه الكتاب والتمساحة بالزبون بالزبون يعني الشخص الذي يأتي عند الطبيب نعم طيب نأتي لسؤال الثالث ماذا عن التمساح؟ مع الأمر الذي لا يحدث في عالم التمسيح والعصافير نعم لا يستطيع التمساح أن يخون الطائرة ولا أن يمزح معه مزحة ثقيلا مزحة ثقيلا نعم مزحة ثقيلا فيبتعه أو يخنقه فيبتعه أو يخنقه إذا لا يبتلعه ولا يخنقه ممتاز هذا السؤال الثالث السؤال الرابع العلاقة التي تجمع بين التمساح والطائر علاقة منفعة علاقة منفعة ووضحها ووضحها نعم ما حكينا نحن المنفع العلاقة التبادلية ما بيناتهم؟ يحصل التمساح على تنظيف الأسنان ويحصل الطائر على ماعة علقي بأسنان التمساح من الطعام ممتاز الاثنين يساعدوا بعض طيب ما العهد الذي أخذه الطائر على نفسه؟ ما حكي الطائر؟ ما عد نفسه؟ أن رأى شرا يحيق بالتمساح أن سوف ينذره الطائر بصيحة سوف ينظر الطائر بصيحة معروفة بينهما ممتاز يعني حكي لأنه أنا سأعمل صيحة معروفة بناتنا أنه على أساس أنذرك بأي خطر ممكن تكون موجود ممتاز إذن هاي هي العهد الوعد الذي أخذه الطائر على نفسه طيب سؤال ستة يا خامس يقول لنا أنه نفسر سبب اختفاء الطائر والتمساح عندما رأى طائر صغير من الداخل حسبنا شرا حسبنا شرا داهما فطار في الهواء وغاص التمساح في الماء ممتاز إذن دو غري بس شعر بالخطر الاثنين كل واحد هرب واحد طار والتاني نزل بأعماق البحر طيب ما رأيك أنت في عنوان الدرس شو رأيك في عنوان جميل؟ جميل ورائع ومعبر معبر ممتاز طيب اخر سؤال طالب منا سوف نقوم الى صفحة رقم 89 نتحدث بها عن مصدر الفعل الثلاثي طيب ننتقل الآن يا خامس لشرح المصدر المصدر بيحكي انه هو اسمه يدل على حدث غير مقترع بزمان مثل الكلمات نزول ركض زئير التي صيغت من الأفعال نزلة وركضة وزأرة كثير سهل المصدر يا خامس دعنا نحكيه مصدر الفعل الثلاثي يعني مثلا كلمة نزول اصلها من وين يا مارهاف؟ شو الفعل الماضي؟ شو الفعل الماضي تبعها؟ نزل نزول طيب الزئير اجت من الفعل الماضي اللي هو زا زأرة 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 هو الفعل الماضي من زئير فإحنا الزئير من وين جبناها؟ جبناها من الفعل الماضي اللي هو زأرة طيب زراعة شو الفعل الماضي؟ زرعة إذا زرعة زراعة طيب خلينا نشوف دول المصادر هاي الأفعال نقرأهم نزل نزول زكذا ركو ركضا ها زأرة زأرة زئير نباح نباح زراعة زراعة سه سهولة سهولة إذا هذا الأسماء هاي النباح الزراعة السهولة كل هاتم هدول ما بيدلوا على زمن يعني مش مقترن بزمن فالليل لأنها اسم فعليا الأسماء لا تقترن بزمن إنما الأفعال بس اللي بتقترن بزمن تمام نأتي الآن إلى حل الأسئلة يلا نبدأ بالسؤال الأول استخرج المصادر الثلاثية مما يأتي قال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح مصر وين المصادر مصر والفتح مصر وفتح ممتاز اتنين أحرسوا على النهوض مبكرا طيب النهوض النهوض مبكرا لا مالها دخل يلا لبعدها يعجبني سهيل سهيل الخيلي وين المصدر سهيل 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 دال لم أجد صعوبة في الإجابة عن المسائل عن المسألة صعوبة هي المصدر شو كمان إجابة إجابة تعطي المصدر حطي تحت الإجابة كمان خط ننتقل إلى سؤال الثاني طالبين مننا يا خامس النصيغة من الأفعال الأتية مصادر هذا الفعل بدنا نعطي المصدر وقفا وقوف كتبا كتابا كتابا جمعا جمعا حامضا حموضا 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 سعال سعال ممتاز طب ننتقل الآن إلى صفحة 91 منحكي فيها عن حالات أخرى استثنائية للهمزة المتوسطة نتذكر يا خامس درس الهمزة المتوسطة وليس إيش الهمزة المتطرفة الهمزة المتطرفة اللي بتأتي بالنهاية المتوسطة حكينا إلها مجموعة حالات لما تكون ساكنة قبلها مضموم تكتب على ضمة ساكنة قبلها مفتوح تكتب على فتحة وساكنة قبلها مكسور تكتب على نبيرة هلا بنا نحكي ثلاث حالات بيكون قبلها إيش حرف علة يعني عندي زي كلمة القراءة شايفين همزة شو قبلها؟ حرف حرف علة الألف هو حرف علة تمام؟ طيب نيجي لكلمة المروقة المروقة برضو تكتب على السطر لأنها جاءت إيش مفتوحة بعد حرف المد اللي هو الواو تمام؟ هايو حرف المد شو قبلها؟ قبل الهمزة هون نحنا شايفينها اللي هو الواو تمام؟ طيب لماذا كتبت هون على نبيرة؟ هاي نسميها نبيرة ليه؟ لأنها جاءت مفتوحة بعد يع ملاحظين الهمزة هون يا خامس إنها مفتوحة عليها فتحة قبلها بس حرف العلة هو الياء فعشان هيك كتبناها على نبيرة أما القراءة هون كتبت على السطر لأنها جاءت مفتوحة بعد الألف بعد حرف الألف ممتاز طيب نأتي إلى السؤال بحتينا ليش كتبت الهمزة على السورة التي جاءت عليها في الكلمات الآتي قال له هايقه لش كتبت على نبيرة؟ هيئة مفتوحة بعد ياء بعد حرف الياء بعد حرف الياء ما هايقه مفتوحة بعد الألف طيب نبوءة مفتوحة بعد حرف الاواو ممتاز هاجه هي حالات الستثنائية زي ما لاحظنا كتبت هون الأولى على سطر بيكون قبليها حرف الألف تكتب على نبرة بيكون قبليها حرف الياء وتكتب هنا على السطر لأنه قبليها حرف الواو ممتاز وأكيد هون عنا صفحة 92 عنا التعبير بنتمنى منكم أن تقرأوه وتكتبوا موضوع عن العناية بالأسنان كتير سهل و لطيف الموضوع وأكيد عنا مختارات من لغتنا الجميلة نحكي فيها عن عنوان الصديقان وأكيد هيك بيكون أنهينا نحن وحدتنا لهذا اليوم وشاعر البهاء زهير طيب ونتحدث إن شاء الله نراكم في وحدة جديدة وحدة 18 نحو بيئة آمنة وهي آخر وحدة إلى اللقاء إلى اللقاء وبتمنى تشتركوا بالقناة وتفعليوا تجارسوا تحطوا لايك وتحطوا اشتراك وسبسكراي باي